طيب وإحنا حتى بنتكلم عن مشاهد اختصاب ووزارة الداخلية بلغتنا من شوية دلوقتي أنتوا عارفين الطفل اللي كان اختصب فيه المطارية وبعدين الزئب البشري قعد يساوم والده علشان يتنازل عن القضية ولما رفض التنازل عن القضية أو الصلح أتله يعني اختصبوا الطفل وقتلوا الأب لأنه رفض أن يتنازل عن القضية أتل الأب؟ أه لأنه الأب كان مصممة لأنه ياخد حقه بالقانون ومش هيتنازل فأنت حاولوا يجبروه على أنه يتنازل ويتصالح بالقوة علشان يطلعوا هذا الزئب من السجن يعني فلما رفض قتلوه والاختصاب تم في رمضان الماضي وقتل الأب تم في رمضان العام الحالي ينهر أبيض فأبلغونا وزارة الداخلية من الوقتي أنا قلت أنه إذا لم يتم القبض على الجناية بسرعة معنى كده أنه كأنه بنقول للناس اللي هيصمم ياخد حقه بالقانون واللي هيصمم يبلغ ويمشي في خطوات القانون والقضاء هيكون مصيره كده كأنه إحنا هنخوف الناس إنها تلجأ للقانون يعني وبالتالي هنا لابد أن يتم القبض على الجناية بأقصى صورة وزارة الداخلية أبلغتنا إنه تم القبض على المتهمين هشام عادل فتحي وده طالب بحوزته مطوقة هم دول أربعة همت لإحنا شايفينهم بعد ما قتلوه بيجروا كنا أزعنا لكم هذا الفيديو تم القبض عليهم كلهم كان تم القبض على متهم واحد فقط لا دلوقتي تم القبض عليهم جميعا عادل فتحي ده طالب وفيه لا هشام عادل فتحي ده طالب وعادل فتحي محمد ده خمسين سنة ده واضح والده حسن عمر حسن أحمد مصطفى عبد الفتاح دول اللي نفزوا اغتيال الأب اللي صمم ياخد حق ابنه اللي اغتصب ياخده بالقانون يعني فاقت له يعني صدفة واحنا هو بنتكلم عن مشهد